اللهم اهدينا فيمن هديت واعطينا فيمن اعطيت اللهم وقنا شر ما قدرت وقضيت اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ مسلمين غزة يا رب العالمين اللهم احفظهم من اعدائهم يا رب العالمين اللهم قوي المقاومة يا رب العالمين اللهم قوي المقاومة يا رب العالمين ومن يؤيد المقاومة يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم افتح القدس الشريف يا رب العالمين اللهم اعد المسلمين يا رب العالمين اللهم قوي رمياهم يا رب العالمين اللهم سدد رمياهم يا رب العالمين اللهم احفظ أولاد المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم احفظ أولاد المسلمين في فلسطين يا رب العالمين اللهم أعيد نعمة الأمن والسلام في فلسطين يا رب العالمين وبلادي شام يا رب العالمين اللهم أهلك الظلم يا رب العالمين اللهم أهلك الظلم يا رب العالمين اللهم أهلك الظلم يا رب العالمين اللهم أصلح حكام المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح حكام المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ المجاهدين يا رب العالمين اللهم احفظ المجاهدين يا رب العالمين يا الله we ask you that you preserve the people of Gaza يا الله we ask you that you make the means that the people of Gaza are protected يا الله we ask you that you send your mercy upon the shuhada those who have been martyred in your way يا الله يا الله strengthen their resolve يا الله give them the straight shot يا الله give them the straight arrow يا الله enable them to defeat their enemies يا الله strengthen the Muslims in the west and the east يا الله return المسجد الأقصى back to the Muslims يا الله give us the right leadership to do that يا الله return back to خلافة يا الله give us the right leadership يا الله better us as Muslims يا الله enable us to do what is correct as Muslims يا الله enable us to support those Muslims who are resisting يا الله يا الله enable us to distribute the zakatul amwal in Gaza يا رب العالمين يا الله make us Muslims in the western hemisphere give the most zakat that has ever been collected for Palestine يا رب العالمين يا الله similarly يا الله enable us to to open a fund that up keeps المسجد الأقصى and fights those who attempt to destroy المسجد الأقصى شريف يا رب العالمين يا الله unite unite المسلمين unite أهل السنة والجماعة يا رب العالمين يا الله enable us to strengthen our resolve وصلى الله وصلى الله وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه شكرا لك